معنا دلوقتي عبر زوم واحد من لعبي المنتخب السنغالي الكبار واحد من اللعبين المهمين جدا في المنتخب السنغالي الجيل الزهبي الرائع للمنتخب السنغالي جيل 2002 اللي صعد لكاس العالم وفاز على السنغال في افتتاح كاس العالم السنغال اللي كانت عفوا اللي فازت على فرنسا في افتتاح كاس العالم اللي كان يعني افتتاح رائع وحاجة تاريخية للمنتخب السنغالي أنه يفوز على فرنسا 1-0 1-0 بطلة العالم تماماً السنغالية كثبتها 1-0 ولو تفتكروا في تصفات كاس العالم دي للأسف السنغال كانت في مجموعتنا وكسمنها في مباراة القهوية لو تفتكروا هدف ميده الشهير جداً بالرأس وكان السنغال وقتها عندها جيل رائع جداً مليان النجوم واحد من هؤلاء النجوم في هذا الجيل الرائع للمنتخب السنغالي هو بابي سياو نجم المنتخب السنغالي الأسبق واحد من اللاعبين الكبار اللي لعبوا في أندية فرنسية عديدة زي سانتتيان وزي فريق كمان من الفرق المهمة جداً في أسبانيا وألافز واحد من اللاعبين المهمين جداً طيب يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا أشكرك شكراً جزيلاً صباح الخير بداية جملة عامة كده رأيك أو توقعك لهذه المواجهة الكبيرة بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي في تصفيات كأس العالم يوم 25 القادم مباراة الزهاب في القاهرة بإذن الله طلب تكرار السؤال نعلم أنها مباراة صعبة نحن سمعينك كويس سؤالي مرة أخرى عن هذه المواجهة الكبيرة بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي عن مشكلة في الاتصال هل ممكن أن تكرر السؤال مرة أخرى لأنني كان لديها مشكلة في الاتصال هذه المواجهة الكبيرة التي تجمع منتخب مصري والمنتخب السنغالي لتوقعاتك لهذه جميعا نعلم أن هذه المباراة مباراة هم للفريقان وخاصة أننا نلعب على الأرض المصرية وأرض مصر هي أرض كرة القدم وفريق قوي وسيلعب أمام جماهيرو وهو جمهور رائع وجمهور استثنائي ونحن نعلم جميعا أن المباراة ستكون صعبة ولذلك السنغال تجهز نفسها جيدا لهذه المباراة وأرى أيضا أن الفريق المصري يحدث تقدم كبير في المستوى وله مستوى متميز ورائع وبالفعل قدم أداء رائع في المباراة السابقة أمام السنغال ونحن نعلم جيدا أنها مباراة صعبة عظيم نحن في مصر هنا نعلم أيضا أنها مباراة صعبة وده منتخب السنغالي مليان نجوم وليان محترفين ولعبين كبار كيف ينظر السنغاليين للمنتخب المصري السنغاليين يروا أنه فريق أن مصر ذهبت إلى النهائي في بطولة المهم الأفريقية وكان أمام السنغال وأنتم لديكم من كثير من النجوم الكبار وبالفعل أيضا لديكم بطولة محلية قوية جدا ولديكم فرق متميزة ذات مستوى رائع على المستوى الأفريقي وتضم الكثير من النجوم ولديكم أصلا نجوم على المستوى الدولي والمحترفين وتحدثنا عن المحترفين فلسنا نتحدث عن محمد صلاح فهو لعب كبير جدا ونقول أنه ولد في قارة أفريقيا قارة كرة القدم نحن نعلم جيدا قدره وأقول لكم أن مصر هو الفريق الأكثر فوزا وحصادا لكأس الأمم الأفريقية وله مكانة عالمية وهو فريق رائع جدا ونحن نعلم ذلك بجانب محمد صلاح شايف من أبرز نجوم منتخب مصر اللي شفتهم في نهاية كأس الأمم الأفريقية أنا أعتقد أنني أحببت كثيرا الحارس المرمى الذي قام بالتصدي للكثير من ضربات الجزاء وأيضا أعجبت كثيرا باللعب رقم اثنان واللعب رقم 17 الذي يلعب في أرسنال سامحوني أنا لا أتذكر جيدا الأسماء لكنني أقول لكم أنهم لعبون رائعون وأيضا أنهم كانوا لعبين رائعين سامحوني إن لم أتذكر الأسماء لكنني أؤكد أنه فريق رائع بالإضافة لهلاء النجوم وتواجدهم معهم فهم يزيدون من سقلو وأؤكد لكم أنهم يعرفون بعضهم جيدا في الملعب ويحفظوا المراكز ويتبدل المراكز ولديهم طاقة كبيرة الأسماء اللي أنت ذكرتها بالأرقام محمد أبو جبل حارس المرمى ومحمد عبد المنعم المدافع وعمر السلية ومحمد النيني لعب أرسنال دول الأسماء اللي أنت ذكرت أرقام بالفعل هؤلاء اللاعبون جذبوا انتباهي بطريقة شديدة جدا في البطولة المهم الأفريقية في الكاميرون أنا كنت أشاهد المباريات مباشرة وشاهدت المباراة أمام كودفوار وأنكم أيضا استطعتم الفوز على الدولة المنظمة ولم تكن مباراة سهلة وكانت نجتيجة رائعة بالنسبة لكم وأنتم تلعبوا بطريقة جماعية رائعة طيب بالنسبة للمنتخب السنغالي المنتخب السنغالي تتوقع يلعب بنفس التشكيلة اللي يعب بها نهاية كأس الأمم الأفريقية ولا توقع تغيير في هذه التشكيلة هذا سؤال صعب الشخص الوحيد الذي يستطيع الإجابة الذي يستطيع الإجابة على هذا السؤال هو المدرب المدير الفني لأنه هو الذي يتابع الكثير وعن كثب كل لعبيه وهو لديه السياق وماذا سينفذ وأيضا اللعابين سوف يأتون من الخارج من المحترفين والمباراة خارج أردنا لذلك سوف يكون له فلسفة مختلفة نحن لا نعلم ولا أحد يعلم ماذا سيفعل ولا نعلم ماذا يفكر فيه لكن من الممكن أن نتوقع شيء لكن في خلال السياق يقوم بتغيير السيناريوهات لأن هذا المطش مطش كبير وسوف يكون له مطش آخر على أردنا لذا يجب أن يكون مطمئن من نتيجة المباراة في القاهرة هل تتوقع تراجع دفاع للمنتخب السنغالي في مباراة القاهرة؟ لا أستطيع أن أجزم لكم برد واضح سوف يكون صعب الدفاع لأن في كرة القدم كما نقول في كرة القدم أن أفضل الطرق للدفاع هي الهجوم وخاصة أمام فريق كبير مثل مصر وأكد لكم مرة أخرى أن المدرب حتى الآن لم يقرر ولم يعلن اختياراته لهذه المباراة إذن أعتقد أننا سوف نعلم ذلك يوم المباراة سؤالي اللي جاي لك يخصك شخصيا في رأيك أيهما أفضل الجيل السابق للمنتخب السنغالي الجيل الرائع في 2002 أم الجيل الحالي للمنتخب السنغالي؟ حسنا اليوم أقول أن كرة القدم تبقى للإحصائيات كل ما نراه الآن هذا الجيل الذي يفوز ببطولة الأمام الأفريقية وهم يحملوا علم السنغال على صدرهم حتى لو كان جيل 2002 كان له ماجد كبير لكن الإحصائيات تقول أن من فاز باللقب هو هذا الجيل بالرغم أننا لعبنا في كاس العالم وقدمنا مباراة رائعة نحن فخورين بهم أنا في قمة الفخر بهم أنا كنت بجوارهم وأدعمهم ولم أفكر أبدا في المقارنة بين الجيلان لأن هذه النجمة التي وضعت الآن على صدرهم هي شرف لنا جميعا ونجمة تضاف لنا جميعا وليس لهم فقط المدرب الذي كان من جيلانا فهذا فخر لجيلانا إذن التقى الجيلان هذا رائع طيب لو سألتك توقعك كنتيجة لمباراة القاهرة تكون النتيجة كم كام؟ أقول لكم إعطاء نتيجة في مباراة أو توقع نتيجة في كرة القدم أنا كنت أتمنى رؤية الفريقين في كاس العالم لكن للأسف سوف يكون فريق واحد منهم فقط إذن لكن أنا أتمنى أن يكون السنغال هو الفائز ولذلك وأكد لكم نقطة مهمة صعب على الفائز بطرة الأمم الأفريقية أن يشاهد كاس العالم من المنزل طيب سؤالي الأخير لك هل أحزنك أنك من السنغال أو كعته الكرة مع المنتخب المصري في هذه المرحلة؟ كنت أتمنى منتخب آخر غير المنتخب المصري؟ اليوم في كرة القدم لا يوجد فريق سهل حتى لو لعبنا ضد فريق آخر لن تكون الأمور سهلة أيضا نحن نعلم أننا نلعب أمام الفريق الحاصل على أكبر عدد من الألقاب وهذه سوف تكون نقطة صعوبة لنا لكن هذا لن يحدث مشاكل نحن أعتقد أن الحالة النفسية والزهنية للعبين نحن تعلمنا جيدا من الدروس السابقة وعندما فزنا في نهائي بطرة الأمم الأفريقية كان بفضل حالة زهنية ونحن نقول دائما أن بعد المباراة ننسى النتيجة ونجهز أنفسنا لكل المواقف وكل الاحتمالات القادمة لذلك نحن نجهز أنفسنا لكل السيناريوهات المحتملة وهذا الفريق وأكد لكم أنه هذا الفريق قدم السعادة على طبق من زهب لشعبه وأعتقد أنه لن يتنازل عن تقديم السعادة مرة أخرى لهذا الشعب بابي سياو نجم منتخب السنغال الأسبق نجم من منتخب السنغاليا في 2002 المنتخب الذي صعد لكأس العالم من مجموعة مصر وقتها ولعبه قدام المنتخب الفرنسي بطل العالم وقتها وفاز عليه بهدف دونرات في المباراة الافتتاحية جيل رائع جداً للمنتخب السنغالي وإحنا من هنا نقدر نقول لك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله للمنتخب السنغالي هنتمنى له مشاهدة سعيدة لكأس العالم قدام التلفاز إن شاء الله هنبقى سعداء جداً والمنتخب السنغالي معزز مكرم قدام التلفاز بيفرج على كأس العالم بإذن الله منتخبنا يبقى هو اللي يلعب فيه كأس العالم نفهمكم هذا منتخب بلدكم لكن أقول لكم نحن أيضاً إنه الله من يقرر ذلك نحن نجاهز أنفسنا جيداً للمباراة وسوف نشوف ما هي الهبة التي سأتي إلينا من السماء لكن في النهاية سنهنئ الفائز كلنا سنهنئ الفائز نحن أبطال أفريقيا مشاهدة كأس العالم من المنزل صعب لا أعرف بقى بسياو نجم المنتخب السنغالي لأصبك أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة إن شاء الله هبة السماء تبقى من نصبنا بإذن الله بإذن الله هي كرة حلوة والكرة ممتعة كل واحد يحب أنه منتخب بلاده كل واحد يحب أنه فريقه هو اللي يكسب وهو اللي يوصل كأس العالم بس بكل هدوء وكل روح رياضية حقيقية مش يعني كلامه خلاص كل روح رياضية حقيقية هي مباراة كرة قدم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تبقى المصلحتنا إن شاء الله ونكسب إحنا في هذه المواجهة حتى مش قادر أتخير السيناريو التاني بس يعني إن شاء الله بإذن الله عندنا الرجالة وعندنا الوحوش اللي بلعاوا بقلبهم قبل رجلهم إن شاء الله نبقى في كاس العالم ومنتخب السينغالي يفرج على المباراة قدام التلفزيون